بركزوا مع الفرق بتاعتكم تركزوش مع ان انت تعطل النادي الاهلي والله الفارق ما بين النادي الاهلي و اي حد تاني انه هو لا يفكر في تعطيل احد النادي الاهلي لا يفكر في انه هو يعطل احد ابدا النادي الاهلي دايما بيفكر في شيء واحد انه هو ازاي يطور من كل شيء بي نفس نفسه بمعنى ان انا عندي موارد معينة في حتة بلاش في الكرة اكلم في الموارد الاقتصادية اللي بتخش النادي يعني طور الموارد الاقتصادية وهات موارد لشركة الإنتاج الإعلامي وهات موارد لشركة كورة وشركة باقيات الشركات اللي موجودة وبالتالي الخدمات الرياضية وكذا 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 هو ده تفكير دائما التطور في الموضوع مش انه هو بس ايه وخلاص فانا ارجع مرة تانية المسيماني معلش كل شوية نرجع لهذا الامر انه زي ما قلت لحضراتكم كانت الحملة ممنهجة ورايحة في هذا الاتجاه ولكن الحمد لله الحمد لله عندنا جمهور واعي وجمهور عارف اللي بيحصل الحمد لله هذه القناة وهذه الشاشة وهذا البرنامج الناس حتى كتا بتقول لي اسلام انت بتبالغ قوي في الناس كتير كتا بتقول لي هذا الكلام فانا ما كنتش بتكلم انا بفضل ساكت لغاية لما الامور تعدي وبعدين ارجع اتكلم مع حضراتكم على الهواء وهو انا بتكلم مع حضراتكم دايما على الهواء فاللي كان بيحصل ان احنا كنا بنعمل حملة مضادة او للوقوف مع نادي الاهلي مش مع اسم حد انا مش مع اسم حد او القناة مش مع اسم حد قناة مع النادي الاهلي فقط لغير نتكلم بمنطق انا بتكلم مع حضرتك بمنطق ولكن لو حضرتك رجعت الور شوية وانا لما باجا تكلم بتكلم وخلاص لا انا بتكلم بارقام وبمنطق وبامور معينة حدثت خلال الفترة السابقة تخلينا نقف في ظهر هذا المدرب تخلينا نقف في ظهر النادي تخلينا نقف لان احنا خدنا ثلاث علم مرتين واربعض خدنا اتنين بطولة افريقيا خدنا اتنين سوبر افريقي خدنا بقية الدوري وكاس هدفنا دلوقتي ان احنا ناخد ثلاثة افريقيا واربعض وهو ده اللي احنا بنفكر فيه وهو ده التطور اللي احنا رايحين له او هو ده الطموح اللي احنا رايحين له وده مش سهل وناس كتيرة جدا هتحاول تعطل هذا الامر ولكن في النهاية احنا هنحاول وحنفضل وقفين دايما كلنا واربعض مع بعض كلنا كاعلام كنادي كجمهور كل الناس بتقف مع بعض عشان النادي الاهلي يصل ان هو ياخد ان شاء الله ان شاء الله ال 11 او انا اسف ال 12 وال 11 انا اسف وتبقى الثالثة عالتوالي يعني جيل 2006 وكان في سنة لكن متحرمنا منها ولكن في النهاية ان شاء الله هذا الجيل يحقق هذا الامر ويصل الى البطولة الثالثة على 11 والثالثة على التوالي ليه لا هو ده طموحنا خلال هذه الفترة وبالتالي اتعملت كنا دايما لما بنيجي نتكلم انا والاسد زملائي اللي موجودين في الاعداد كنا بنتكلم في هذا الامر ان احنا محتاجين ان احنا دايما نبقى ضهر اللي بيحصل ده لان احنا شايفين اللي بيحصل ومين بيقول ايه هنا ومين في الاعلام هنا ومين في القناة دي بيقول كذا وبص داخلين على مسلمان ازاي وبنجيب لبعض الفيديوهات وبنعد نتفرج كلنا مع بعض طب هو هنا بيقول كده ليه وهنا بيقول كده ليه فعارفين ان في الناس دي عايزة توقع النادي الاهلي او يعني هو دي طريقتهم في بلاش يوقعوا النادي الاهلي انا اسف لكن عايزين يكبروا ان دي اخر لكن النادي الاهلي بتعطيلي النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيفكرش ابدا ان هو يعطر حد النادي الاهلي دايما بيفكر في أنه هو إزاي يطور نفسه وهذا هو الأمر وهذا هو الفارق دائما ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني الفارق العقلية وده دائما اللي احنا بنحاول ننقله لحضراتكم فالبعض على الإسلام أنت يعني بتغالي قوي في الدفاع عن موسيماني وموسيماني يعني أقولوا ما جماعة صدقوني هتعرفوا بعدين أن موسيماني بغض النظر أنا ما بتكلمش ولا تجديد ولا قلت أنه هو جدد ولا مجددش ولا كمل ولا مكملش الكلام ده أنا ما قلتوش لأنه لم يصدر رسميا أنه أنا أريد خبر ولا مبارح ولا أول مبارح على حاجة تخص هذا الأمر أنه أنا قلت أنه لا أنا لم أقل إطلاقا أن النادي الأهلي جدد مع موسيماني أو لم يجدد ما فيش حاجة من إذا الكلام اتقالت في هذا البرنامج أو في شاشة قناة النادي الأهلي بالكامل ليه لأنه لم يصدر شيء رسمي وإحنا ما عندناش معلومات خالص في أي حاجة في هذا الأمر ما يخلص إن شاء الله الموضوع لو خلص على خير أوكي هنقول لحضراتكم واحدة اتنين ثلاثة وإيه اللي حصل بالزبط وممكن نستضيف موسيماني كمان يقعد يتكلم في هذا الأمر لكن هو مش ممكن ده إن شاء الله حيحصل ولكن أيضا موسيماني هو مدير فني لنادي الأهلي حتى نهاية هذا الموسم لغاية لما يجد جديد هو ده اللي نقدر أتكلم فيه دلوقتي فهنفضل لغاية آخر يوم آخر يوم في ظهر الندين علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري والكاس وبطولة أفريقيا للمرة الحداشر وإن شاء الله ربنا يكرمنا بكل السوبر الأفريقي وبقى نروح كاس عالم مرة تانية والكلام ده كله يحصل حنفضل وانا ندين الغاية لما ده يحصل يا أخي ده أنت طمع عوي أنت طمع عوي أيوة أنا طمع ترجمة نانسي قنقر